السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد حديث حلقة اليوم عن السنن الإلهية وفقهها وأهمية إدراكها والعمل بمقتضى هذا الإدراك فما السنن الإلهية وما خصائصها وما المقاصد من السنن التي أوجدها الله تبارك وتعالى في خلقه هل تختلف هذه السنن باختلاف الشعوب والأمم والشرائع أم أنها ثابتة وفق قانون صارم ما مدى إدراك المسلمين لسنن الله تعالى وكم حاجتهم إلى هذه المعرفة كيف يمكن فهم السنن الإلهية بين المسلمين وما وسائل تعميق هذا الفهم هل يكون ذلك عبر النصوص الشرعية فقط أم من خلال العلوم التطبيقية والإنسانية هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم أطرحها على ضيف الدكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ المقاصد الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا بكم أستاذ جهاد ومرحبا بسهد المشاهدين حياكم الله بداية يعني لو أعرفتنا بما هي السنن الكونية يعني حتى يفهم المشاهدون عن ماذا سيجري حديثه اليوم ما هي هذه السنن؟ نعم أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفوا وبعد أحييك يا أستاذ جهاد على موضوع هذه الحلقة فهو موضوع مهم وموضوع خطير وموضوع قصر المسلمون فيه كثيرا وبسبب تقصيرهم فيه آل حالهم وأمرهم إلى ما نحن عليه الآن السنن هي أو السنة الإلهية أو الربانية هي الطريقة أو الطريقة المستقيمة أو المثل المتبع أو الناموس الحاكم لحركة الحياة في الأفراد والجماعات والأمم والشعوب مرتبا على فعل البشر وسلوك البشر نفصل في هذا التعريف قليلا حتى تتضح إلى الصورة بنقول إن السنن السنن الجارية الربانية الإلهية هي الطريقة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى للتعامل مع شيء ما يعني مثلا لكل شيء في هذه الحياة سنة وطريقة ومثل متبع وطريقة متواترة حدست في الحياة قررها الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وتضاق النبي صلى الله عليه وسلم في السنة والصحابة من بعده وحينما أخذ المسلمون بها تقدموا ونهضوا وحينما تخلوا عنها تأخروا وتخلفوا يعني مثلا إحنا عندنا سنن في النصر والهزيمة سنن في القوة والضعف سنن في البناء والهد سنن في القلة والكثرة سنن في التمكين والاستضعاف سنن كثيرة جدا موجودة ومنثورة ولهذه السنن أسباب الذي يأخذ بالأسباب يصل للسنة وتتحقق له والذي يعني يهمل هذه السنن وتلك الأسباب يتخلف ولا تتحقق له السنن يعني مثلا بشكل بسيط جدا 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 سنة النجاح نجاح الطلبة في المدارس والجامعات لها أسباب أم لا لها أسباب إذا أخذ بهذه الأسباب سوف يصل إلى النتيجة السنة المترتبة عليها وهي النجاح والفلاح وإذا لم يأخذ إذا لم يذاكر لم يكتهد خلاص لا يتحقق له النجاح ولا الفلاح ده مثال بسيط جدا ومبسط في ودى حدث موجود طريقة متبعة موجودة في الحياة رأيناها وجربناها وشاهدناها وقانون حاكم على حركة الحياة اللي هيخذ بالأسباب سيصل إلى النتيجة اللي هي السنة المعادلة الربانية التي أوجدها الله تعالى في هذا الكون والحياة لكن دعني أقاطعك لو سمحت لي دكتور يعني حتى يتبين الأمر أكثر ربما يقول قائل بأن هذا قد لا يدخل في السنة الهية لأن كثيرا من الطلاب يدرسون كثيرا فيأتي الأسئلة خلاف ما هم درسوا وكثير من الطلاب لا يدرسون بشكل كافي ثم تأتي الأسئلة وفق ما درسوا فينجحون ألا يطعن هذا في كون هذا الأمر يدخل ضمنه لا أنا بس دربت مسأل بسيط حتى نقربا للصورة لأنه في المسأل اللي احنا ذكرناه ليس المصدر فيها هو الله سبحانه وتعالى العادل الحاكم إنما المصدر فيها هنا هو البشر ولذلك قد تحيد الأهواء وتحيد الرغبات والميون البشرية عن السنن المستقيم والطريقة المستقيم إذا قال امتحم بشكل طبيعي عادي جدا خلاص ينجع ولذلك من خصاص السنن الهية ما سنتحدث بعد قليل أنها ربانية الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي أودعها هذه الكون وهذا الكون وهذه الحياة بلا تحيز لأحد بلا ميل بلا هوى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وضعها مجردة من أخذ بها وصل ومن لم يأخذ بها لم يصل والأسف الشديد الآن الغرب هو الذي فعل هذه السنن بشكل عملي تطبيقي فتقدم في الحضارة قدما إلى الأمام ونحن تخلفنا رغم أننا أصحاب هذه السنن وعندنا مصدر هائل ومصدر عظيم هو القرآن الكريم تستقى من هذه السننة تقسيمات للعلماء بين السنن الكونية والسنن الشرعية ماذا يمكن أن يقال في هذا الصدد يعني ما الفارق بين السنن الكونية والسنن الشرعية هنا نعم هناك سنن العلماء طبعا تكلموا في هذا الأمر وقسموا السنن إلى أنواع فمنهم من قال أن السنن نوعان منها ما يسمى بالسنن الجارية وهذه السنن الجارية نوعان النوع الأول السنن الكونية التي تحكم الكون الليل والنهار الشمس والقمر النور والظلمة الريح المطر سنن سنن ركب الله تعالى عليها الكو متى يحدث المطر له أسباب تسقط المطر متى تطلع الشمس لها أسباب ولها حركة ولها دورة متى يأتي الليل متى يأتي النهار الكواكب السيارة للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق سابق النهار الله تعالى أنشأ هذا الكون على سنن على قوانين سابتة حاكمة لحركته دي السنن الكونية ويلحق بها السنن التي لا مدخل الإنسان فيها زي الموت والحياة لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في الموت والحياة فهذه السنن لا دخل الإنسان فيه النوع الثاني من السنن التي للإنسان فيها دخل وتتوقف على فعله سلبا أو إيجابا سواء فعل أو لم يفعل وهو ده المقصود بالسنن التي نريد الحديث عنها السنن التي إذا أخذ الإنسان بأسبابها وصل وإذا لم يأخذ بأسبابها وأهملها لم يصل تقهر تقهقر وتخلف أستاذنا الدكتور سيف عبد الفتاح يقسم السنن إلى نوعين سنن قاضية وهي التي لا مدخل الإنسان فيها وسنن اختيارية وهي السنن الجارية من النوع الثاني التي للإنسان فيها الاختيار إما أن يأخذ فيصل وإما أن يهمل فلا يصل ويتخلف ويتقهر هذا تقسيم نفسه الخاص بالسنن الكونية والسن الشارية بالضبط وهناك سنن أخرى تسمى السنن الخارقة وهي التي تكون في مدان المعجزات زي حدثة شق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام زي إبراهيم عليه السلام موضع في النار من سنة النار أنها حارقة فلم تحرق إبراهيم عليه السلام وكانت بردا وسلاما عليه مثل سن مسل انفلاق البحر لموسى عليه السلام فكان كل فرق كالتوضي العظيم فهذه سنن خارقة لا مدخل للإنسان فيها ويرجع يعني فعلها إلى الله سبحانه وتعالى نحن هنا نريد أن نركز على النوع الذي يتحدث في السنن الذي يختص بفعل الإنسان المرتبط بخيارات البشر المرتبط بخيارات البشر وخيار الإنسان التي يلهم الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان إما العمل وإما عدم العمل فإن عمل وصل وارتقى وانتصر وتمكن واستخلف وكانت السنة المداولة في صالحه والاستخلاف وإلا فهو الاستبدال لأن السنن يترتب بعضها على بعض ومرتبط بعضها ببعض منظومة واحدة كما سنبيل هذه السنن الشرعية المرتبطة بخيارات البشر بخيارات البشر دكتور يعني ما أنواعها وأين مكامن ورودها في النصوص طبعا إحنا هنا إذا تحدثنا عن السنن الإلهية السنن الربانية الجارية فإن مصدرنا الأعظم فيها هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم أنا أقول كلمة وأنا مسؤول عنها من الناحية العلمية أنه لا توجد صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها سنن القرآن الكريم أكثر من 600 صفحة 604 أو 605 صفحة طبعة المدينة المنورة لا تخلو صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها سنة سنة الله في الظالمين في الفاسقين سنته في القلة سنته في الكثرة سنته في بناء الأمم سنته في انهيار الأمم سنته في المؤمنين سنته في المتقين في المصلحين في الفاسقين في الفاسدين سنته في التداول سنته في التسخير سنته في النصر سنته في التمكين لا توجد صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها سنن وده عن تجربة شخصية عشتها أنا شخصيا مع القرآن الكريم في ختمة مستقلة بحثا عن سنن في القرآن الكريم فلم أجد صفحة في القرآن الكريم تخلو من السنن فإذن عندنا المصدر الأثر العظيم الهائل الذي أعتبره منجما للسنن الإلهية القرآن الكريم الذي إذا أهملناه تخلفنا وتخاقرنا يعني بالفعل الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن نورا وجعله حياه وجعله روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا لأن السنن نور نورا نهدي به من نشاء من ضمن تفسير كلمة هذه النور والله أعلم بمراده السنن لأن السنن كما سنتحدث بعد قليل تنير الطريق تكشف المستقبل أمام الإنسان تجعله يرى ماذا سيقع في المستقبل القريب والبعيد ليس رجما بالغيب ولا تعديا على علم الله سبحانه وتعالى وإنما هو استلهام وانطلاق من السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون لأن السنن دي هي عبارة عن معادلات رياضية فعلت كذا هتصل لكذا لم تفعل لكذا لن تصل لكذا هكذا بالزبط على طول يعني بالنسبة من سنن مثلا من سنن خراب المجتمعات وهدم الأمم والحضارات الظلم الظلم حينما يظلم الحكام ويقهرون الشعوب ويستبدون بهم هو دا مقدمة حقيقية وثابتة وشرطية لانهيار الأمة هذا يقود إلى سؤالك عن موضوع ذي صلى دكتور هذه السنن هل هي واحدة قالب واحد لكل الأمم والشعوب في الأرض أم أنها تختلف باختلاف خصائص هذه الشعوب لا طبعا لا تختلف وده من خصائص السنن أنها ثابتة لا تتغير إذا تحدثنا عن خصائص السنن أول خصيصة من خصائص السنن أنها ربانية لم يضعها بشر عنده هواء عنده ميول عنده محاباه لقوم دون قوم لعرق دون عرق للغة دون لغة لطبقة دون طبقة لقوم دون قوم لجيل دون آخر الذي وضع هذه السنن هو الله سبحانه وتعالى فهي سنن ربانية خالية من التحيز والهوى والانطباعات والميول والمحاباه فهي ربانية مصدرها الرب في القرآن الكريم كما أخبرنا الله تعالى من خلال كلام ثاني خصيصة من هذه الخصائص هي الشمول أنها شاملة لكل أحد تشمل الكون تشمل الحياة تشمل الإنسان تشمل الأجيال الحالية والأجيال المستقبلة شاملة تشمل كل شيء لا تحابي أحدا مش عشان فلان رئيس يبقى خلاص نعديه المرادي والسنة لا تنطبق عليه لا أو فلان غني يبقى ممكن ناخد منه بعض الملايين ونعافيه من مرور السنة عليه لا لا يوجد محاباه في السنة السنة شاملة تشمل كل شيء من الخصائص أيضا أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا بتغير الحال ولا بتغير الإنسان ولا بتغير أي شيء ثابتة والله تعالى ذكر هذه الخصيصة صريحة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هذه السنة واحدة أم مطلقة سنة؟ كل السنة كل السنة الإلهية التي هي قوانين حاكمة وطرق مستقيمة وأمثلة حاضرة ومتبعة ومتواترة هذه لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول لا بتغير الأحوال ولا الأزمنة ولا الأمكنة ولا الأجيال ولا أي شيء من الخصائص أيضا أنها مضطردة مضطردة يعني ليس فيها استثناءات نحن طول عمرنا بنقول أن لكل قاعدة استثناء لا السنن ليس فيها استثناء هي مضطردة مضطردة تصدق الآن وبعد الآن كما صدقت قبل الآن هل هناك دولة قامت على الظلم واستمرت؟ لا يمكن أي دولة تقول على الظلم وكما قال ابن خلدون الظلم مؤذن بخراب العمراء الظلم نتيجة ومبشر بأن هذا العمران سيخرب لا يوجد حضارة قامت على الظلم واستمرت أبدا ولا توجد حضارة قامت على العدل واستمر هذا العدل وفنيت الظلم من إنهاء الحضارة من قوانين إنهاء الحضارة ومن سنن إنهاء الحضارة العدل حتى ولو كانت الدولة كافرة لكنها تعدل وتقوم بالعدل والحق رغم إن لا مرجعية لها إلهية هي ترجع إلى قوانين لكن هذه القوانين عادلة تحقق العدل بين البشر سوف تبقى وتدوم هذه الحضارة وتستمر يعني أفهم من كلامك دكتور أنه اثنتان من كبريات السنن الإلهية فيما يتصل بالشعوب والأمم في السلب والإيجاب هما العدل والظلم العدل والظلم طبعا ده من بناء المجتمعات وبناء الحضارات واستمرارها أو انهيارها لأن لله سبحانه وتعالى سننا في إقامة الحضارات واستمرارها وله سنن أيضا في انهيار الحضارات وفنائها ده بالنسبة للحضارات بس لكن هناك سنن كثيرة أخرى هناك سنن في الأفراد هناك سنن في المجتمعات هناك سنن في الدول هناك سنن اقتصادية سنن اجتماعية سنن تربوية سنن ثقافية سنن فكرية سنن عقدية السنن في القرآن الكريم لا حصر له لو توجز لنا تجمل لنا دكتور يعني فيما تعلق بسنن الأمم وأهم سنن الأمم في السلب والإيجاب وحتى في الأفراد يعني حتى يكون المشاهد على الطلاع على هذه الأمر أبرز أو جزاً هذه السنن يعني إحنا عندنا مثلاً في السنن التي تقوم عليها الأمم والحضارات والشعوب سنة العدل كما قل العدل ده سبب رئيسي من بناء من بناء الأمم والشعوب من بناء الشعوب والمجتمعات والحضارات والأمم القوة القوة من أسباب قيام للدول بس القوة هنا تختلف عن القسفة وعن الظلم هناك يعني نيزان حساس القوة لا يستلزم من القوة بالضرورة العدل للطغيان والبتش إذا طغى وبتش باستخدام القوة يبقى استخدامها في غير ما جعلت له الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه اللي هو بيسمى الآن توازن الرعب أما كن أنا دولة قوية لا يستطيع أي عدوان خارجي يعتدي علي إلي لم يحسب ألف حساب الأول إنما لو أنا ضعيف لا أملك أي قوة لا قوة تكنولوجية ولا قوة حربية ولا قوة سلاح ولا قوة إيمان معقيدة وأخلاق ولا قوة تمسك مجتمع ولا قوة قوة تكنولوجية ولا قوة تعليمية ولا حضارية يبقى أنا بالتالي هنا أصبحت منهبة للشعوب ومعبثة يعبث بها أي محتل وأي عدوان خارجي فالقوة هنا أيضا من أسباب بناء المجتمعات وأمنها وإرهاب العدو القوة والعد القوة هنا بترهب العدو العدو لا يستطيع أن يتجرع علي ما دمتم متحققا بأسباب القوة والله أمرنا بها في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم ابزل كل جهدك في إعداد القوة كل القوة القرآن جابها منكرة لكي تشمل كل أنواع القوة حصل في بعض الناس بيظن القوة دي هي سلاح هذا مظهر بسيط جدا ومظهر تافه من مظهر القوة القوة يعني فيه هناك القوة المجتمعية قوة السياسية قوة الدولمسية وقوة التحاور وقوة التفاوض قوة القوة التعليم قوة التكنولوجيا قوة السياحة استوقفني هنا التوازن والانسجام بمعنى العدل كقيمة أخلاقية وتميزت به على مر التاريخ أنها من خصائص الحضارة الإسلامية أنها جمعت في قيمها بين القيم الروحية المعنوية وبين القيم المدية الحياتية وده لم يتوفر لحضارة أخرى على مر التاريخ الإسلام هو الوحيد الذي أنشأ هذه الحضارة المتميزة التي جمعت كل القيم الإيجابية المتنوعة وهنا الصعوبة وربما البطولة يعني أن تزمع بين الثنتين حتى الآن لذلك هنا أريد أن تحدثنا من فضلك دكتور عن السنن المتعلقة بالأفراد ما هذه السنن؟ يعني فهمنا أن العدل والقوة والابتعاد عن الظلم والضعف من سنن الأمم والشعوب لكن ماذا عن الأفراد؟ هل الأفراد اختص الله الأفراد بسنن خاصة بهم؟ هو الذي يجري على الأفراد يجري على المجتمعات هو نفسه يعني الحكام الظلمة مثلا ما سنة الله فيه الحكام العدول الذين عدلوا ومكن الله سنة الله في الحاكم العادل أن يمكن الله له سنة الله في الإنسان المكتهد أن يحقق له الآمال سنة الله في الإنسان المهمل الكسول الذي لا يعمل ولا يقدم أي أسباب أن يتأخر وتقهقر ويهمل وتطويه صفحة التاريخ هذه السنة مطلوبة من الله للعبد أن يؤتيها بقدر استطاعته أم يؤتي جزءا منها لا بقدر يستفرغ فيها كل الوسع الله تعالى وضعها لنا وترك لنا الخيار ستعمل أهلا وسهلا الباب مفتوح وستصل إلى النتيجة المعادلة التي هي معروفة لكل الناس وبالمناسبة السنة ليست للمسلمين فقط السنة أصلا دي قوانين عامة بنا الله عليه الحياة والأحياء ورتب عليها كل شيء في هذه الحياة ولهذا كما قلت قبل قليل أن الغرب الذي هو ليس ليس مؤمنا لما أخذ بهذه السنة عمليا وطبقها نهض نهض وسبقنا بسنين ضوئية سنتي على ذلك بعد الفاصل ولكن قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور يعني ما الغايات؟ ما المقاصد؟ ما الأهداف النهائية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إيجاد هذه السنة؟ ما مقاصد هذه السنة؟ طبعا تعلم السنة في البداية أستاذ جهاد هو فريضة فريضة شرعية فهم السنة هو فريضة على المسلمين فريضة حقيقة فريضة وغياب هذا العلم عن المسلمين وفهم هذا العلم عن المسلمين الآن هو الذي يجعل المسلمين يعيشون الحياة التي يعيشونها الآن فريضة عينية وكفائية دكتورة فريضة كل بحسب طاقته وقدره فريضة على الحكاء فريضة على المجتمعات فريضة على العلماء أن يبينوا هذا العلم ويفاهموه المسلمين حتى على أرباب البيوت ربما على أرباب البيوت وكل حاجة ليه؟ لأننا لن نستطيع أن نفهم التاريخ وأن نفهم الواقع وأحداث الواقع إلا إذا فهمنا السنن معرفة السنن هي أخذ بأسباب النصر والفلاح لن نستطيع أن ننتصر ولا أن نتمكن ولا أن نفلح في هذه الحياة إلا إذا اتسقنا مع سنن الله سبحانه وتعالى تحقيق المعنى الاستخلافي في الأرض لن نستخلف في هذه الحياة ولا يمكن الله لنا فيها إلا إذا اتسقنا مع الأخذ بالأسباب أسباب النصر أسباب التمكين أسباب الاستخلاف أسباب الغلبة أسباب التداول أسباب التدافع لأن السنن يترتب بعضها على بعض أيضا أنه إحنا لن نستطيع أن نستشرف المستقبل وده علم مستقل يا أستاذ جهاد الآن علم استشراف المستقبل اللي هما في الغربة بيسموه الاستراتيجيات هذا العلم متصل اتصالا وسيقا بعلم السنن لأننا نستطيع أن نستشرف المستقبل من خلال السنن إدراكنا للسنن هو الذي يجعلنا نستشرف المستقبل لأنها قوانين رياضية معروفة افعل سيحدث لك كذا لا تفعل سيحدث لك كذا هات لأي مجتمع الآن وعرف لخصائص هذا المجتمع وما يدور فيه وأنا أستطيع أن أتنبأ لك بما سوف ترتب على هذه السلوكيات لأنه إحنا قلنا في تعريف السنن أنها القوانين الحاكمة لحركة الحياة بالأفراد والمجتمعات والأمم المترتبة على فعل البشر الموجد من الله طبعا هي مصدرها الله سبحانه وتعالى هو الذي أودعها في هذا الكون وفي هذه الحياة ونحن بدورنا خيرنا الله هذا هو القانون أمامك وهزان طريقان وهديناه النجدي إن فعلت ستصل للنتيجة الفلانية وإن لم تفعل ستكون نتيجتك كذا وكذا ودي من خصائص السنن أيضا أنها شرطية قد أحد المشاهدين يتبادر إلى ذهن السؤال عن علاقة هذا بالقدر نعم ما علاقة السنن بالقدر قدر الله سبحانه وتعالى بالعكس دي هي متسقة مع القدر تماما كيف أخذ بالسنن؟ القدر مش من القدر الإلهي لأنه إحنا مطلوب منا أن نتعامل مع هذه السنن وأن نستخدم هذه السنن وأن لا نصادم هذه السنن لأن مصادمة هذه السنن هو على خلاف ما بنى الله عليه الحياة والأحياء ولذلك الشيخ حسن البن هنا بيقول كلمة جميلة جدا اسمح لقرأها تفضل قبل الفاصل قال ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع واكتشفوا الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة ولا تميلوا كل الميل فتزروها كالمعلقة ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها واستعينوا ببعضها على بعض وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعض إلى أي مدى هذا متحقق في المسلمين اليوم؟ هذا ما نبحثه بعد الفاصل نتابع حديثنا بعد الفاصل قصير أهلا بكم مشاهدي الكرام الأحبة الجديدة من توصل.com أهلا بكم مشاعرين الكرام في هذه الحلقة مبطورة حوار والتي سنحن بها أسفل أسعدكم الله ومشاهدين الفاضين حديثنا في هذا الجزء عن مدى فقه المسلمين اليوم للسنن الإلهية دكتور تحدثت عن القواعد أو القوانين الصارمة الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير التي أودعها الله في خلقه هذه السنن الإلهية إلى أي مدى هناك فقه وإدراك من قبل المسلمين لهذه السنك ومثم عمل بمقتضى هذا الفهم والإدراك نعم تمام اسمح لي أولا قبل أن نتطرق إلى هذه النقطة ونحن في برنامج مقاصد أن نوضح العلاقة بين علم السنن وعلم المقاصد لأن هناك علاقة وثيقة وقوية وبينهما بين العلمين رحم وقربا بين علم المقاصد وعلم السنن للسنن مجالات وللمقاصد مجالات كما قلنا السنن فيه سنن اجتماعية سنن اقتصادية سنن تاريخية سنن حضارية وكذلك المقاصد هناك مقاصد اجتماعية مقاصد سياسية مقاصد فكرية مقاصد عقدية تلازم هنا تلازم والمقاصد فيه من كليات المقاصد حفظ النسل والنسل ده يتمركز حول فكرة الاجتماع البشري والاجتماع ده مليان بالسنن وأيضا فكرة المال حفظ المال المال ده تترتب عليه حركة الحياة ولحركة الحياة سنن فهناك علاقة وطيدة من هذه النواحي للمقاصد سنن وللسنن مقاصد للمقاصد سنن يعني أسباب تقوم بها كيف نحفظ النسل كيف نحفظ العقل كيف نحفظ المال كيف نحقق الأمن الاجتماعي كيف نعيش في الحرية نتمتع بالحرية هذه كلها مقاصد كبرى وقيم حاضنة للمقاصد بشكل عام ينبغي أن لها أسباب ولها سنن يتوصل بها إليها وللسنن مقاصد كما تحدثنا قبل الفاصل وبينا أن للسنن مقاصد وبالمناسبة كل سنة لها مقاصد يعني سنة التداول لها مقاصد وسنة التدافع لها مقاصد ما هي هذه المقاصد باختصارا يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس لماذا يداول الله الأيام هذه المداولة مترتبة على المدافعة أنا حينما أدافعك الآن لو قمنا الآن وتصارعنا في الاستوديو أكيد هي ترتب عليها تداول أنا اللي هغلب أو أنت هتغلب يبقى كده حصل تداول طيب هذا التداول سيترتب عليه تمكين وتلك الأيام نداولها بين الناس لماذا؟ وليعلم الله الذين آمن ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمن ويمحق الكافرين سنن أو مقاصد ترتبت وآثار ترتبت على سنة التداول والسنن مرتبط بعضها ببعض يعني سنة التدافع مرتبطة بالتداول مرتبطة بالاستخلاف لكن الله علم الله أزلي وهو يعرف وضع السنة بأن من سيمشي في هذا الطريق فما الغية من التدافع والتداول الغية من التدافع أننا ستحدث مداولة ستتداول الآن النهاردة مهزوم بكرة هنتصر إذا أخذت بأسباب القوة وأسباب سنة المدافعة والمداولة وإذا تم التداول سيتم التمكين والاستخلاف وإذا لم يتم التدافع والتداول سيتم الاستبدال تأتي سنة الاستبدال فهي مرتبطة أيضا بهذه السنة لعلنا نفرد حلقة خاصة في علاقة علم المقاصد دكتور أرجو أن تعذرني لكن الآن ما يحتاجه المسلمون هو معرفة مدى فقه المسلمين نخبا علماء حكاما وحتى عوام المسلمين مدى فقههم لهذه المقاصد التي تفضلت بالحديث عنها أنا أعتقد أن المسلمين الآن في حاجة ماسة إلى علم السنن وإلى فقه السنن لا يوجد فقه لهذه السنن أنا أعتقد أن المسلمين مقصرون جدا جدا في علم السنن وهذا من أسباب تخلفهم الرئيسة مظاهر هذا المظاهر؟ المظاهر أننا متخلفين في كل شيء الآن الأمة المسلمة أمة متخلفة وإن كانت الآن تمر بمرحلة مخاض ومرحلة آلام ومرحلة ولادة سوف تتمخض إن شاء الله عن خير كثير لكن الآن وقبل الآن نحن في تخلف شديد ومن أسباب هذا التخلف الرئيسة هو إهمال علم السنن كيف يعني ذلك إهمال علم السنن؟ مظاهر هذا الإهمال دكتور مظاهر هذا الإهمال هل نحن نأخذ بأسباب القوة؟ هل نحن نأخذ بأسباب التمكين؟ التمكين سنة ولها أسباب هل أخذنا بأسبابها؟ يأخذون؟ أين؟ يأخذون يعني يعملون هناك دعاة وهناك علماء وهناك أطلباء وهناك خادة ظهر الآن العلماء في مجملهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى اللي كانت حرام زمن أصبحت حلال الآن اللي كانت مكرهة أصبحت كذا اللي كان فيها تشدد وتنطع أصبحت مباحة أين هذا؟ لكن هناك علماء مشاهدون طبعا هناك العلماء وظيفتهم البيان لكن الحكام والمجتمع بشكل عام هو الذي يبني حكامهم الذين يبنون المؤسسات المجتمع هي التي تبني الأمة هي التي تبني وتنبض بالخير وبالحق من الوجهة الشرعية دكتور أريد أن أفهم أكثر من ذلك من الوجهة الشرعية أين يكمن تخلف المسلمين عن إدراكهم لسنن الإلهية والربانية؟ تخلف المسلمين الآن متجل في التخلف التعليم؟ ليس هذا سؤالي معذرة سؤالي أين تكمن مظاهر قعود المسلمين عن إدراك فقه السنن الإلهية؟ يعني النظر إلى المسلمين يراهم متحلقين في المساجد مجتمعين في المساجد مؤدين للصلوات يذهبون بالملايين إلى الحج والعمر يؤدون زكاتهم حتى ولو كان بشكل فردي ليس عن طريق الدولة هذه سنن يأتيها المسلمون فأين تكمن مظاهر هذا التأخر عن إدراك السنن؟ هذا هو الفهم الذي يشيع بين بعض المسلمين هو فهم الخطأ الإسلام نعم أن الإسلام والأخذ بأسباب الحياة ليس هو المسجد والكعبة والعمرة والصدقات والزكوات وكده وخلاص ما الفرق بين هذا الفهم وبين العلمانية؟ هي العلمانية كده بالضبط هذا هو علمانة الإسلام هو المقصود بها كده عزل الإسلام وحشره في الزوايا والمساجد والجوامع ويروح يحج ويعمل عمر ويتصدق وخلاص والحياة دي بقى لغير المسلمين لا الله سبحانه وتعالى استخلفنا في هذه الأرض واستعمرنا فيها ولا هو استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها إني جعلهم في الأرض خليفة والشيخ محمد الغزالي قال إن بناء المصانع يعدل بناء المساجد بناء الحياة حركة الحياة التحكم في الحياة وهذا موجود في المسلمين قيادة الحياة لا المسلمون لا يقودون الحياة الآن الذي يقود الحياة الآن الذين أخذوا بأسباب قيادة الحياة قيادة الحياة دي سنة ما أسبابها أين أنا في التعليم أين أنا في الاقتصاد أين أنا في التربية أين أنا في الحكم أين أنا في تكنولوجيا للإسلاح وبأنواعه المختلفة أين المسلمون من هذا كله المسلمون لا يستطيعون قيادة الحياة إلا بالأخذ بأسباب قيادة الحياة والآن المسلمون متخلفون يتحكم فيهم غيرهم بعد الفاصل دكتور سنأتي على وسائل تعميق وإدراك وفقه هذه السنة لكن قبل ذلك أريد أن توضح لنا من الوجهة الشرعية ما علاقة الواقع والمآسي التي يكابدها المسلمون بتخلفهم عن إدراك السنة الإلهية إلى أي مدى نحن نعيش هذا الواقع الإسلامي الآن بالرغم من أن المسلمين أقلوا شعوب الأرض ربما فسادا وأقلهم ظلما ولكن مع ذلك يكابدون ما يكابدونه ما علاقة هذا بتأخرهم عن إدراك السنة الإلهية؟ أولا المسلمون الآن ليسوا أقل الناس ظلما المسلمون أكثر الناس ظلما لأنفسهم ولبعضهم البعض الحاكم بيظلم المحكومين الغني بيظلم الفقير القوي بيظلم الضعيف الصحيح بيظلم المريض المظاهر الآن التفسخ الاجتماعي الذي نحياه ألا يوجد تفسخ الاجتماعي في المجتمعات؟ عندنا في مصر قالوا إحنا شعب وإنتوا شعب لنا رب ولكم رب المجتمعات اللي فيها الحروب والتطحن الآن هل هذا من أسباب القوة وبناء الحضاري؟ هل هذا من أسباب بقاء المجتمعات وتنمية الشعوب وبناء الحضارات والدول؟ لا يمكن لحضارة ولا دولة ولا شعب أن يقوم ويكون قويا وهم متفسخ اجتماعيا ومستبد سياسيا ويعني جاهل من الناحية التعليمية والثقافية لا يمكن أن يدوم ولا أن يستمر ولا أن ينهض ولا أن يكون قويا قادرا على مقارعة الأمم الأخرى والمشاريع الأخرى يعني هذا الهوان الذي يعيشه المسلمين هو بمقتضى سنة الله؟ بمقتضى السنة حقيقة قولا واحدا الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحقيقة على سنن لماذا لا نأخذ بالسنن حتى نصل إلى نتائج هذه السنن وأثار هذه السنن؟ أنا أقول أن الغرب أخذ بهذه السنن عملين وطبقها الغرب متقدم تكنولوجيا متقدم يعني علميا متقدم اقتصاديا متقدم ممكن بقى اجتماعيا عنده تخلف لكن هو أخذ بأسباب القوى الاقتصادية والقوى التعليمية في تقدم طيب حتى نفهم نحقق مزيدا من الفهم إذا كانت السنن كما وصفتها في بداية الحلقة في مستهل الحلقة بأنها معادلات رياضية تفعل هكذا تحصل على هكذا إذن أين ما دور رحمة الله في هذا السياق؟ لا رحمة الله سبحانه وتعالى لا تغيب عن مسلم لكن هل أنت طلبت رحمة الله؟ هل أنت طلبتها؟ يا دلوقتي الله سبحانه وتعالى يتوب لكن يتوب على من؟ على التائب هل أنت توبت إلى الله حتى يتوب الله عليك؟ هل أنت ذكرت حتى تنجح؟ هل أنت حققت العدل حتى تسلم؟ الأعرابي لما لقى سيدنا عمر نائم تحت الشجرة حاكم أمير المؤمنين مش حاكم دولة ده أمير الأمة نائم تحت شجرة فلما اكتشف أنه أمير المؤمنين قال له قال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر سنن يعني قوانين قوانين هو آمن له لأنه عادل ليس له أعداء داخل الدولة المسلمة وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا لكن الأعداء موجودين بالخارج موجودين ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لكن العدل بيحقق الأمن يحقق الرخاء الحرية بتجعل المجتمع متماسك الحرية بيظهر فيها العدل بتظهر فيها المعادن النفيسة وتترجع فيها المعادن الخسيسة أما في حالة الاستبداد فلا يطفو على السطح إلا الجفاء إلا الزبت الناظر إلى المسلمين من بعيد يرى بأنهم أكثر أمم الأرض تمسكاً بدينهم وبمعتقداتهم وعلى هذا المنبر أكثر من عالم ومنهم الدكتور أحمد الرسوني قال هناك تطبيق بنسبة جيدة لشريعة الله في الأرض بعيداً عن هذه الجزئية أريد أن أبحث معك كيف يمكن للمسلمين أن يتفقه في السنن الإلهية ويعمل بمقضى هذا الفقه ولكن لو أذنت لي بعد الفاصل نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى ما تبقى من حلقة اليوم للحديث عن وسائل تعميق فقه السنن الإلهية في حياة المسلمين والحديث دائماً مع الدكتور وصفي عاشور أبو زير أستاذ المقاصد الإسلامية أجدد وترحيب بكم حياكم الله سيد جا حياكم الله دكتور ربما السؤال المحوري الآن بناء على ما تفضلت به ما أسلفته في الجزء السابق من أن المسلمين بعيدون كل البعد عن إدراك وفقه السنن الإلهية كيف يمكن تعبيد الطريق لفهم وفق هذه السنن الإلهية في واقع المسلمين نظرياً وعملياً أول شيء لكي نعيد فهمنا للسنن الإلهية وأن نستهضر هذا الفهم وأن نتفق فيه هو العودة للقرآن الكريم ده أول شيء نعود إلى القرآن الكريم نقرأ القرآن الكريم نتأمل القرآن نتدبر القرآن ننظر في حياة الأمم التي ذكرها القرآن في حياة الشعوب التي ذكرها القرآن في حديث القرآن نفسه عن السنن نظريا وعمليا موجود في القرآن الله سبحانه وتعالى حينما يقول قد خلت من قبلكم سنن في سنن طبقت من قبل وجرت على أقوام قبلكم فانظروا كيف جرت عليه كيف أخذوا بالأسباب ووصلوا ارجعوا إلى التاريخ فالقرآن الكريم جاب ده كله وبعدين تعليم السنن ده أستاذ جهاد وفهمه وفقهه الله تعالى يريد مننا ذلك هذه إرادة إلهية من الله إلينا نحن البشر مطلوب مننا أن نتفقه في السنن وده أمر تعبدي نحن نقوم به تعبدا لله الله تعالى قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل لكم هنا تشمل كل المسلمين أم نخبهم وعلماءهم دكتور كل الناس حتى غير المسلمين القرآن تصل رسالة للإنسانية للبشرية يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لكل الناس الله تعالى حينما يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا إن يعودوا للاعتداء والتكذيب والمحدة لله ورسوله فقد خلت سنة فقد مضت سنة الأولين الله تعالى يقول سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولن تجد لسنتنا تحويل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هم كفروا وصدوا عن سبيل الله وحدوا الله ورسوله ولم يؤمنوا بالنبي وحاربوه نبي سابق من الأنبياء طيب لما آمنوا بقى عند سقوط العذاب سقط العذاب عليهم نزل عليهم العذاب هل هينفعهم الإيمان في هذه الساعة خلاص انتهى كل شيء فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون الله تعالى يقول لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين هناك سنة سبقت في من لم يؤمنوا فالقرآن هنا حينما نعيد علاقتنا بالقرآن ونتصالح مع القرآن ونقبل على القرآن ندرك أهمية علم السنن وأنه إرادة إلهية ومطلب رباني من المسلمين أن يفهموا هذه السنن هو علم إذن وعلم طبعا الإمام هنا محمد رشيد رضا رحمه الله أنا أعتقد أنه أول من دعا لتأسيس علم السنن قال إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سننا يوجب علينا يوجب علينا أن نجعل هذه السنن علما من العلوم المدونة كلام دهاله في تفسير المنار جزء للأول صباحة 140 ذكرت نقطة مهمة حقيقة قبل قرآن قلت إننا ينبغي أن نعود إلى القرآن كمسلمين حتى نفهم سنن الله وقلت بأن العودة إلى السنن مثلا من ضمن هذه السنن أن ندرس تاريخ الأمم والشعوب كيف سقطت وكيف صعدت هذا يقودنا إلى أننا ينبغي أن نمتلك وسائل ومفاتيح فهم وإدراك السنن ومن ذلك مثلا علم التاريخ القراءة الثقافة المعرفة هلو تحدثنا عن وسائل فقه وإدراك سنن الله سبحانه وتعالى ما هو إحنا أول حاجة العودة للقرآن نعم ثاني حاجة فهمة النظر بقى في ضوء هذه السنن التي استخلصناها من القرآن ومن الأمم التي ذكرها القرآن نقرأ التاريخ في ضوء هذه السنن يعني لماذا سقطت الدولة الأموية ولماذا بنيت في البداية ما أسباب البناء وما عوامل الانكسار الدولة العباسية بعدها كيف بنيت وصعدت وازدهرت ونهضت وما هي عوامل السقوط والفناء والاندحار الدولة العثمانية اللي قعدت ست سبع قرون تحكم العالم من الغرب إلى الشرق كيف بنيت ونهضت وتألقت ثم شيئا فشيئا بدأت تزبل وتنهر الدكتور عبد الحليم عويس له كتاب جميل جدا اسمه هو بيورد فيه لتلاتين دولة أو لستين دولة لأسباب سقوط هذه الدول نشوف إيه أسباب البناء الأمم وعوامل الانكسار والاندحار في ضوء القرآن الكريم القرآن الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى حقيقة سواء من حيث النظرية أو من حيث التطبيق كيف فعل الله بالظالمين في قصص القرآن نفسه كيف فعل الله بالفاسقين كيف فعل بالطغاه المتجبرين في القرآن منهم من انخسف الله به الأرض منهم من أغرق منهم من أهلكه ودمره منهم من أرسل عليه حاصبه وعاصبه لكن هذه السنة سقوط الأمم ونهوضها دكتور يعني في القرآن فيما أفهم أنها مرتبطة بقيمتين أو ثلاث قيم الظلم والعدل والإيمان لا وفي قيم كثيرة جدا هناك الفسق هناك التعدي يدور في الحلقة واحدة الظلم والإيمان يعني ممكن تكون السنن الحضارية لبناء الأمم محدودة لكن هناك سنن كثيرة جدا هناك سنن سياسية هناك سنن اجتماعية يعني كيف ينشأ العمران كيف ينمو المجتمع كيف يكون المجتمع قويا متماسكا موجود سنن سنن موجودة في القرآن المحبة في شيء السلام التراحم التلاحم السؤال عن الناس حب الناس كل هذه فروع مبثقة عن الأصل وهو الإيمان وفي مساء القضايا الجمعية الأمم يعني العدل وما ينبثق عنه من فضائل العدل وما ينبثق عنه والظلم وما ينبثق عنه من رذائل كل ذا مؤذن بخراب العمراء ما الذي لا يسع المسلم جهله معذرة من فقه السنن الإلهية يعني كل واحد في دائرته يلزمه أن يعرف السنن التي تلزم يعني التاجر ما السنن التي أقام الله عليها التجارة النجاح الصانع المعلم الحاكم وفينا مزج عندنا قرآنية يعني مثلا زول قرنيني مش ده حكم عادل موجود القرآن عمل قصته في سورة الكهفة في الآخر وقال إنه هو كيف أشرك الرعية أعينوني بقوة أجعل بينكم أعينوني فعل صدر من الرعية أجعل فعل صدر من الحاكم بينكم بينهم مرادم آتوني فعل صدر من الرعية زبر الحديد حتى إذا جعله فعل صدر من الحاكم قال آتوني آتوني أفرغ عليه قطرة فهنا هنا حالة حالة معاونة ويعني مساعدة ثمت علم هنا في علم هنا ثمت علم علم إشراك الرعية هنا علم علم إشراك للأمة في الفعل وفي النهضة بالمجتمع حتى ينهض المجتمع وحتى يتحقق العدل والبناء الحضاري في الأمة فده نموزج موجود النموزج الثاني نموزج فرعاون ماذا كانت نتجة فرعاون؟ هي الغرق بسبب الظلم والجبروت وفرعون ده مش اسمه واحد ده هو نموحالة تنطبخ على كل واحد فرعون في الأمة الفرعين موجودين حتى الآن ولزالوا في بلادنا العربية والإسلامية فهؤلاء سنة لماذا يخصف الله الأرض ببعض الأمم؟ للفسق وللفساد وللطغيان يعني هناك بعض الدول العربية الآن ستكون نتيجتها الحكمية هي الخاسف يخصف الله بها بسبب كسرة الفساد وكسرة الطغيان وكسرة الظلم الواقع منها على المسلمين والفساد الذي تفسده في العالم لكن هناك أمم في الشرق والغرب أكثر فسادا من الدول العربية منذ قرون ولم يحصل لها لا يمكن أبدا أي أمة فاسدة ظالمة مستبدة طاغية سوف يكون مصرها الهلاك والدماء لا ينطبق القول هنا بأن سنن الله في المسلمين ربما تكون مختلفة عن سننه في غير المسلمين لا أبدا سنن الله شاملة نحن نقول من الخصائص السننة الإلهية أنها شاملة تشمل كل الناس مؤمنين وغير مؤمنين الأجيال السابقة والحالية واللاحقة المستقبلية لا يمكن للسنن أن تحبي أحدا لأنها ربانية مصدرها الله المبرأ عن الهوى وعن التحيز وعن المحاباة لأي أحد مسلما كان أو غير مسلم إنما قصدت إنما أراد الله من المسلمين أن يتمتعوا بالقوة العقدية والقوة كذا المفروض إن تخلفوا عن ذلك يعني هدم عروشهم أما غير المسلمين فربما يريد أن يمتعهم في الحياة الدنيا كما ورد في النص من هنا ربما أحكام الحياة الدنيا مختلفة أحكام الحياة الأخيرة التمتع في الدنيا ده شيء تاني لكن عوامل التمكين عوامل النصر عوامل القوة عوامل الظهور على الناس عوامل الانتصار دي أسباب دنيوية السنن مجالوها في الدنيا هنا يستوي فيها المسلمون وغيرهم يستوي فيها المسلمون وغيرهم لأنها لا تحبي أحدا ثابتة مضطرضة شاملة وأعظم شيء فيها أنها ربانية هو ده أعظم شيء وهذه الخصيصة هي التي تنبثق منها كل الخصائص الأخرى لا محاباة في السنن ربانية مصدرها رباني وده أحنا المفروض نفخر لأن عندنا مصدرا للسنن هو القرآن الكريم مصدر رباني واحتوى على كل السنن في كل المجالات فيه شمول في السنن سنن أفراد مجتمعات دول حضارات سنن اقتصادية اجتماعية سياسية دولية سنن شاملة في كل شيء سنن في العمران سنن في التربية سنن في التعليم سنن في التقدم سنن في الحضارات سنن حضارية التداول والتدافع والتمكين والاستخلاف كلها سنن حضارية عندنا مصادر عظيمة جدا بالرغم من أن السنن التي وصفتها بأنها علم لم تكن مبلورة كعلم عند الصحابة في صدر الإسلام مع ذلك كان ثم تفهم عميق لسنن الله من قبل الصحابة صحيح كيف فهم الصحابة هذه السنن بالرغم من أنها لم تكن علما عندهم صحيح والصحابة لم يكن لديهم علم بالمناسبة لا علم سنن ولا غير سنن لكنهم كانوا هكذا ما كانش عندهم علم أصول الفقه مثلا ولا علم التفسير كان سيدنا عباس مهتم ابن عباس مهتم بالتفسير وغيره من الصحابة طبعا لكن لم يكن هناك علم على عصر سيدنا عباس مع علم التفسير ولا علم في الصحابة سمع علم النحو ولا علم سمع علم الفلك كيف ففهموا السنن إذن؟ ففهموها من النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي من الوحي الإلهي لأنهم عياشوا الوحي وعاصروا التنزيل وتربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوا بالأسباب يعني سيدنا عمر لماذا مكن الله له لأنه أخذ بأسباب بقاء الملك العدل التراحم الإيمان التحقيق التماسك الاجتماعي كل ده منبسق من الإيمان طبعا هو بيتعبد لله تعالى بهذا ولذلك الفرق بيننا وبين غيرنا أننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بفق السنن بفهم السنن لأنها إرادة إلهية مراد إلهي من الخلق أن يفهم السنن يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والعمل بمقضى هذا الفهم حتى نحقق مرادات الله مننا وأثر هذه السنن في الحياة والأحياة وأرجو أن نكون قد حققنا ما يريده المشاهدون من هذه الحلقة وصلنا إلى الختام أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكر في ختامها دكتور وصف عاشور أبو زير أستاذ المقاصد الإسلامية وأنتم كذلك مشاهدين الكرام أشكركم على حسن المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة